السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حصة جديدة من حصص اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث لدينا اليوم حكاية جديدة وهي حكاية دمية وسيارة زائد وضعية واصلية جديدة يصف ويشرح هيا بنا لنتعرف على درسنا الجديد والهدف من هذه الحصة التعرف على المضمون العام للحكاية زائد تعرف عناصر الحكاية من خلال سماعها يعني تعرف على الشخصيات الأمكناة الأحداث والزمان أيضا تعرف مضمون متن الوضعية التواصلية من خلال سماعها فهيا لنتعرف على عنوان الحكاية وعنوان الحكاية دمية وسيارة إذن لنشرح هذا العنوان دمية من يلعب بالدمية؟ وما هي الدمية؟ نعم هي لعبة مزينة على شكل إنسان وتلعب بها البنات والسيارة هي شكل مصغر للسيارة التي نركبها وهي أيضا لعبة خاصة بالأولاد إذن الآن تعرفنا على عنواننا يتكون من كلمتين دمية وسيارة أحسنتم أبنائي هيا لنشاهد الصور إذن كما تراحدون هناك أربع صور ماذا تشاهدون في الصورة الأولى؟ هيا فكروا نعم هناك أب وأبناءه نعم يستقبلونه وماذا يحمل في يديه؟ نعم يحمل هديتين جيد أحسنتم في الصورة الثانية ماذا ترون؟ نعم طفل يلعب بسيارة نعم أو يسيرها نعم وفي الصورة الثالثة نعم البنت تلعب أو بنت تلعب بدمية وهي سعيدة بذلك نعم وماذا تشاهدون في الصورة الأخيرة؟ انظروا جيدا انظروا إلى الصورة ماذا تشاهدون؟ نعم البنت تبكي نعم والولد يمسك يد الدمية والأم غاضبة نعم أحسنتم أبنائي جيد إذن هيا بنا لنستمع لحكايتنا الجديدة دمية وصيارة عاد الأب إلى البيت أسرعت إليه غادة الصغيرة قفزت بين أحضانه وهي لمروان تناول مروان السيارة وجلس على ركبتيه ينظر إليها في فرح وإعجاب ثم أخذ يسيرها عن بعد على الأرض وتناولت غادة الدمية وبدأت تتفحس وجهها المشرقة وعينيها السودوين وتربت على شعرها الناعم وفستانها الأنيقي أعجبتها كثيرا فراحت ترقسها وتضعها على صدرها وتناغيها أغمضت الدمية عينيها فقالت لها تعبتي يا عزيزتي تريدين أن تنامي؟ إن الصغار ينامون باكرا وضعت غادة الدمية في مهدها وغطتها ثم بدأت تهدهدها اقترب منها مروان وقال غادة اعطيني دميتك رفعت غادة رأسها ويدها على فمها وقالت بصوت هامس لا ترفع صوتك دمية نائمة لماذا تريدها؟ لتسافر معي في سيارتي إنها نائمة أتركها حتى تستيقب لكن مروان مد يده إلى الدمية ليخطفها ويضعها في سيارته سبقته غادة وضمت الدمية إلى صدرها نترها مروان بقوة من يد أخته ففصل يد الدمية عن جسدها انفجرت غادة بالبكاء أسرعت الأم لتسأل عما وقع وبعد أن استمعت لغادة ومروان قالت سأصلح الدمية التي أفسدتها يا مروان لكن سيارتك ستحجز في مرأب خزانتي إلى أن تشفى الدمية رضي مروان بالحكم واعتدر لأخته ثم تعانق وقبل كل منهما الآخر أعيدوا سماع الحكاية مرة ثانية والآن هيا لنتعرف على عناصر الحكاية كما تعودنا دائما إذن سنتعرف أولا على الشخصيات من قدم الهديتين فكروا جيدا نعم إنه الأب لمن قدمهما نعم قدمهما لغادا ومروان ومن أصلح الدمية عندما أفسدها مروان نعم إنها الأم إذن لدينا الأب والأم وغادا ومروان هذه هي شخصيات الحكاية أو الناس الذين أو الأشخاص الذين قاموا بتشخيص الحكاية الآن هيا لنتعرف على الأمكن التي ذكرت في الحكاية إلى أين إلى أين عاد الأب هيا فكروا نعم عاد الأب إلى البيت أين كان مروان يسير سيارته عن بعد في الهواء لا بالطبع نعم إنه كان يسيرها على الأرض جيد إذن البيت والأرض هي الأمكنة التي وردت في الحكاية الآن نتعرف على الزمان متى ينام الصغار متأخرين لا بل ينامون باكرا إذن لدينا باكرا هي الزمن الوحيد المذكور في الحكاية وأيضا لدينا الأحداث الأحداث التي وقعت في الحكاية أولا لدينا ترحيب الأبناء بأبيهم بعد عودته ثم بعد ذلك تقديم تقديمه هدية لغادة وأخرى لمروان الأطفال يستمتعون باللعب بالهدايا ثم بعد ذلك إسرار مروان على وضع الدمية في السيارة بعد ذلك فصل يد الدمية من طرف مروان ثم تدخل الأم بحل مرضي للطرفين وأخيرا اعتدار مروان لأخته عما فعلا والآن سنقوم بوضع هذه العناصر في خريطة الحكاية هيا بنا وهذه خريطة الحكاية لدينا عنوان الحكاية دمية و سيارة الشخصيات غادة مروان الأب الأم الزمان باكرا المكان البيت والأرض الأحداث ترحيب الأبناء بأبيهم بعد عودته تقديمه هدية لغادة وأخرى لمروان الاستمتاع باللعب بالهدايا إصرار مروان على وضع الدمية في السيارة فصل يد الدمية من طرف مروان تدخل الأم بحل مرضي للطرفين اعتدار مروان لأختي والآن تقويم ودعم بعد الاستماع للحكاية وتعرف على عناصرها هيا أجيب أبناء عن هذه الأسئلة ماذا فعل الأب وماذا فعلت غادة حين عودة الأب أين قفزت غادة أعجبت الدمية غادة فماذا كانت تفعل بها ثم ماذا فعل مروان بالسيارة هيا أبطال أنتم تعرفون الإجابة فهيا أجيبوا وفي النهاية نتعرف على المعجم الذي روج في هذه الحكاية لدينا هدية دمية بطارية سيارة ترقص يسير شعر ناعم تناغي فستان أنيق ووحدة التحكم عن بعد سنقوم بشرحها في الحصة القادمة إن شاء الله والآن والآن مع الوضع يتواصل يصف ويشرح هيا استمعوا ماذا أهدى الأب لمروان فكروا ماذا أهدى له جيد ما لونها وبما تشتغل إذن مروان سيصف لنا ويشرح لنا كيف تشتغل سيارته فتابعوا معي ما قاله سيارة حمراء لها أربع عجلات ومقود ومنبه لها مصابيه أمامية وخلفية تضيء بألوان مختلفة أشغلها بالبطارية وأحركها بجهاز التحكم عن بعد أعيد أبناء سماع الوضعية مرات ومرات سماعتم للوضعية فحيا أجيب عن هذه الأسئلة ما وصف سيارة مروان ماذا لها بما تشتغل وبما يحركها هيا أريد أجوبة عن هذه الأسئلة أبنائي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بسما حكاية دمية وسيارة وفهمتموها وإلى اللقاء في حسة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر